في محافظة حلب سقطت عدة قذائف على أماكن في شارع النيل دون أنباء عن إصابات فيما جددت ميليشيات الأسد قصفها على بلدة كفرزيتا واللطامنا بريف حمى الشمالية كما طال القصف تلت الدرة بريف مدينة سلمية الشرقية وفي العاصمة دمشق وضواحيها لا زالت تتعرض للقصف المستمر حيث تعرض محيط باب السلام والسيدة زينب وضاحية الأسد وباب توما وجرمانا إلى قصف بالقذائف الصاروخية والمدفعية أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بجروح إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان على دمشق وضواحيها منذ أكثر من أسبوعين إلى 96 قتيلا بينهم 13 طفلا وفي مدينة عفرين على الحدود السورية التركية تتواصل عمليات الجيش التركي فيما يعرف بعملية غصن الزيتون حيث تعرضت قرية كفرشيلة وجندريس إلى قصف مدفعي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة في حين ارتفعت حصيلة قتل العمليات إلى 94 قتيلا وعشرات الجرحة فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردي على محاور ريف عفرين الشمالي والغربية حيث يسعى الأتراك إلى تحقيق أكبر تقدم قبيل تطبيق الاتفاق بين ميليشيات النظام والقوات الكردية والذي يسمح لقوات النظام السورية بالانتشار على خطوط التماس وفي الغوطة الشرقية المحاصرة تتواصل عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة مخلفة مجازر جديدة فيها حيث وثق المرسد السوري مقتل 23 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة نحو 100 آخرين في القصف الذي طال الاثنين بلدات سقبة وكفرزيتا وبيت سواء وغيرها